غارات النظام التركي على المناطق الجبلية التابعة لمحافظة دوهوك شمال إقليم كردستان لم تتوقف قرى عديدة تذررت بسبب القصف المستمر ومع غياب الأمان شرعت العوائل في هذه المناطق إلى النزوح مما أثر سلبا على وضعهم الاقتصادي وظروفهم المعيشية اذ تركوا بساتينهم ومواشيهم هربا من الغارات التركية وبحثا عن ملاذ آمن لهم قصف القوات التركية لهذه المناطق وهذه القرى أدى إلى نزوح كثير من أهالي هذه القرى وتضخمت حول المدن الكبيرة وهذا يؤدي إلى بطالة كبيرة في المدن أيضا نسبة الحياة من قصف التركي أمانة ماكو ويوميا يضربون طيارة بالقرية مثلا منطقة البروانيا وأمانة ماكو نحن يريد أمانة بس أمانة الخسائر لم تكن مادية فقط فهذه الغارات خلفت العديد من الضحايا الذين رحلوا عن هذه الحياة دون سبب أو مبرر ومع قصاوة وهمجية الغارات المتعددة للنظام التركي لن تعود الحياة إلى طبيعتها في هذه المناطق ما لم يتم تأمينها بالكامل قبل يومين استشهد جيراني في القرية المجاورة لقريتنا وقصفت هذه المنطقة والمناطق المجاورة الأخرى كلها كانت مستهدفة وأصبح الوضع هنا خطير جدا نطالب الحكومة بالسيطرة على جميع المناطق الحدودية ومنع هذه الاعتداءات التي تضع حياتنا على المحك لأن الحياة هنا أصبحت صعبة والعديد من الأهالي غادروا قراءهم هربا من القصف المتكرر من تبقى من أهالي القرى رهنوا حياتهم لكي لا يتركوا منازلهم ومزارعهم على أمل أن تتوقف هذه الاعتداءات في القريب العاجل روج محمد من قضاء زاخو اليوم